مشاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجواء مستقرة في معظم أجزاء المملكة يوم الأحد باستثناء المناطق الجنوبية الغربية ولكن اعتباراً يوم الاثنين وحتى مساء الأربعاء أجواء غير مستقرة خاصة في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى وبعض المناطق الغربية ونهاية هذا الأسبوع إن شاء الله تستقر الأجواء مرة أخرى مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع يوماً بعد يوم بدءاً من يوم الأحد يوم الأحد أجواء مستقرة في معظم أجزاء المملكة أجواء تقريباً معتدلة بالنهار اللطيفة بالليل تميئ ليلة البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر المناطق الشمالية الغربية 25-14 الشمالية الشرقية 21-13 المناطق الشرقية أو المنطقة الشرقية 28-17 والمنطقة الوسطى 28-15 والمنطقة الغربية 32-25 والمنطقة الجنوبية الغربية 21 إلى 10 درجات مئوية يوم الأثنين هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المناطق الشمالية الغربية وبعض المناطق الغربية أيضاً تؤدي إلى سقوط زخات راعدية من مطر في هذه الأماكن والحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 24-14 المناطق الغربية 33-25 مع سقوط زخات راعدية من مطر والمنطقة الشمالية الشرقية لطيفة نهاراً تميل للبرود ليلاً 24-14 والمنطقتين الشرقية والوسطى معتدلة نهاراً لطيفة ليلاً المنطقة الشرقية 28-16 والمنطقة الوسطى 27-13 والمنطقة الجنوبية الغربية 20-9 درجات مئوية يوم الثلاثة تنتشر الحارث عنم الاستقرار وتنتشر الأمطار في معظم المناطق الشمالية من المملكة والمناطق الغربية بحيث تكون زخات راعدية من مطر مصحوبة بالبرك والبرد والرعد أحياناً والعظمة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 21 والصغرة 9 والمناطق الشمالية الشرقية 17-12 والمنطقة الشرقية 28-16 والمنطقة الوسطى 28-15 المنطقة الغربية زخات راعدية والعظمة 32 والصغرة 24 والمنطقة الجنوبية الغربية 20 إلى 8 درجات مئوية يوم الأربعات تستقر الأجواء تقريباً في المناطق الغربية والوسطى لكن تبقى الأجواء غائمة جزئياً مع سقوط زخات راعدية من مطر في المناطق الشمالية الشرقية والعظمة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية يوم الأربعاء 19 والصغرة 8 أي الأجواء لطيفة نهاراً باردة نسبياً ليلاً والمنطقة الشمالية الشرقية غائمة جزئياً مع سقوط زخات راعدية من المطر 18-10 والمنطقة الشرقية لطيفة نهاراً وأيضاً لطيفة ليلاً 27 إلى 17 والمنطقة الوسطى لطيفة نهاراً تميل للبرود ليلاً 26 إلى 12 والمنطقة الغربية معتدل نهاراً لطيفة ليلاً 29 إلى 22 والمنطقة الجنوبية الغربية 28 إلى 9 درجات مئوية يوم الخميس استقرار واضح على الأجواء ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء لطيفة في النهار تميل للبرود ليلاً خاصة في المناطق الشمالية العظمة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 19 والصغرة 9 الشمالية الشرقية 18-9 والمنطقة الشرقية 24 إلى 14 والمنطقة الوسطى 22-10 والمنطقة الغربية 33 إلى 24 والمنطقة الجنوبية الغربية 19 إلى 7 درجات مئوية أما يوم الجمعة فأيضاً أجواء مستقرة مشمسة في النهار معتدلة إلى لطيفة نهاراً تميل قليلاً للبرود ليلاً المناطق الشمالية الغربية العظمة 21 والصغرة 10 المناطق الشمالية الشرقية 18-10 والمنطقة الشرقية 23-12 والمنطقة الوسطى 21-8 أما المنطقة الغربية أجواء معتدلة نهاراً لطيفة ليلاً 33 إلى 24 والمنطقة الجنوبية الغربية لطيفة نهاراً باردة نسبياً ليلاً 19 إلى 7 درجات مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة نترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر